كاكة المي من ألذ الكاكات اللي ممكن إنكم يتجربوها كتير طيبة وهشة كتير 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 تابعوا الفيديو للأخير لنشوفوا الطريقة مع بعض رح نحتاج لأربع حبات بيض بحرارة المطبخ رح أحط فوقيهم مباشرة كوب إلا ربع من السكر السكر الشاي العادي وشوية من الفانيلا مقدار معلقتين أو معلقة كبيرة من الفانيلا السائل برش من البرتقال أو برش من الليمون حسب المتوفر رح نخفقهم لمدة ست دقايق على الأقل لحد ما يتغير لونه رح أحط فوقيهم كوب إلا ثلاث معالق من الزيت النباتي طبعاً وكوب إلا ثلاث معالق من المي مي عادية من الحنفية لا حامية ولا بردة متل ما بتشربوها وربع برتقالة طبعاً رح نأخذ عصيرها أو ربع عصير ليمونة كمان حسب المتوفر لازم نصف فيها كمان رح نخفقهم لمدة دقيقة وحدة فيكم تستعملوا خلاط الكوكتيل إذا حبيتوا رح نحط مصفاي ونصف فيهم ننخل فيها عفواً تقريباً ثلاثة كوب من لطحين بس نقصين ثلاث معالق كبيرة خليتم عشان أعمل خليط لونين أما في حال بدكم يا لون واحد فيكم تحطوا ثلاث أكواب طحين كاملين رح أحط معلقتين كبيرة من البيكنج بودر ورشة صغيرة من الملح وهاي الرشة لا تستغنوا عنها أبداً رح ننخلهم كتير منيح وحتى هاي الكركيع الصغيرة كمان لازم نعملهم بهاي الطريقة ورح نحط الخليط رح نحط لطحين على دفعات أو على دفع وحدة حسب ما بتحبوا يعني ورح نحركهم بالأول بالمعلق أعلى الخفيف لتتجانس بعدين رح نخفؤهم بالخفاء الكهربائية بس نتأكد إنه كل إشي تتجانس مع بعضه رح نقسم الخليط لإسمان القسم الأول رح أحط فيه أول إشي شوية صغيرة بس لا يتجانس مع الكاكاو بعدين بكفي عليه وبحط الكمية كل ياتها رح أحط عليه ثلاث معالق طحين حسب عدد المعالق اللي أنتوا أخدتوها من اللطحين إذا بتحبوه غامق كتير خدوا ثلاث معالق أما إذا بتحبوه فاتح يعني ما تكون غامق كتير من جوا فيكوا تأخدوا معلقة أو معلقتين من الكاكاو هلأ رح أنخل الكاكاو طبعاً أنتوا لاحظوا أنه أنا ما أخدت كمية نص الخليط لساتني بس عشان يتجانس بالأول مع الكاكاو طبعاً أنا ما حطيت مي ولا حليب هون بهاي المرحلة بدي إياه يضلوا من نوفية عشان نكهة الكاكاو تضلها أطيب وهلأ زدت عليهم باقي نصف كمية الخليط وظلتني مستمرة بالتحريك بهذا الشكل اللي تجانس عندي وصار مثل هيك طبعاً فيكم تستعملوا كمان الخفاء الكهربائية إذا بتحبوه بهاي المرحلة بالقلب مدهون بالزاد ومرشوش بالطحين حطيت القسم الأول من الخليط طبعاً لازم يكونوا القسمين متساويان وحطيت هلأ القسم الثاني من الكاكاو هلأ هون نيجي لهاي المرحلة إذا بتحبوه إنه الكاكا تكون من جوا لون واحد ومن برا لون واحد متل ما أنا عملت فلازم تعملوا هاي الحركة رح ناخد عود خشم ورح نستمر بهاي الحركة لحد ما نتأكد إنه يعني رح نستمر بالحركة هاي بشكل دائري مع عقارب الساعة وعكس عقارب الساعة بس أهم إشي إنه ما نوصل للأطراف عشان يتضل جلدة الكيك من برا على بياض ومن جوا يكون كلياته داكن بهاي المرحلة هيك رح يصير كله من جوا غامل ما رح يصير لونين في حال حابين إنه يكون لونين يعني أبيض وأسود فلازم إنكم تستغنوا عن هاي الفكرة وتخلوه مثل ما أنتو حطيتوه بالضبط أما في حال بدكم يا لون واحد لا تحطوا الكاكاو أبداً أما إذا بدكم كمان يكون كله لون واحد شوكولات من برا ومن جوا حطوا الكاكاو على كل الخليط بالفرن على حرارة 180 من تحت بالأول بعدين عالشواي لغاية 45 دقيقة ل50 دقيقة سوات الحواف وتركته ليبرد تماماً بعدين ألبته شوفوا ما شاء الله يعني الله اسم الله عن جد ريحته شهية جداً 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 رشعت على وجهه السكر بس لا يعطي منظر مو أكتر فيكم تستغنوا عن هاي الفكرة أو فيكم تحطوا الدو بشوكولات سائلة أو نوتيلة أو أي إشي بتحبوه وتحطوا على وجهه بس نصيحة مني بكفي السكر البودر بيعطي منظر أحلى وهلأ نشوف شوفوا ما شاء الله طلع كله لون واحد من جوه ومن بره لون مختلف تماماً وهيك بيعطي بصراحة منظر أحلى من إنه يكون كلياته من بره ومن جوه على شوكولات وهلأ أخدت قطعة لأفرجيكم ياها كيف بيكون شكلها عن قريب طبعاً لو لونه أبيض من جوه كان حسيته أديش هو هاش ولكن أكيد لما بضغط عليه هلأ مثل هيك رح تشوفوا أديشني إني أنا صادقة معكم وهاي الوصفة مضمونة بها شاشتها ولذاذتها يعني وصفة في قمة اللذاذة بنصحكم إنكم تجربوها وأنا متأكدة إن شاء الله رح تنجح معكم من أول مرة إذا عجبكم الفيديو خبروني بالتعليقات شو رأيكم بالوصفة خبروني إذا جربتوها أو لا وكمان الأحلى من هيك لا تنسوا تضغطوني اللايك عشان قناتي تكبر فيكم شكراً كتير للمتابعة وبي باي